شحال من واحد فينا ما عاجباش هال الحياة اللي عيش فيها وكالي ما عاجباش كاملة وما كرحش يتبتل الأحسن المهم عندينيكم شي خطوات أنا جربتهم وبغيت نتقسمهم معاكم هال الخطوات سهلين ومعظمهم غندرهم غفل الليل وصافي يعني قبل من نفسه أول حاجة فاش تبقيت لراسك ولي حياتك خاصك تبدأ بصلاة حاول حاول تصلي ودعي الله باش يستليك إلا كنت يخايب مع نفسك ومع الناس ما تكونش خايب حتى مع الله وإلا ما كنتش غادبت الصلاة ما عندك لاش تكمل القرية دي هال الفيديو الخطوة التانية حاول من تبقيت ناس تفكر في جميع الأشياء الإيجابية لداتيها في النهار صليت بالسيد الوالدة قريت وضحكت وصخرت لأمامتي وبثاف الحويش ولو تكون غيب ابتسامتي فوجه شي حد حيث هالشي هو خايب اللي كنبوغتوكو ولكن راك يعطيتك إيجابية بثاف الخطوة الثالثة حاول تقراش الكتاب غصفها ليس هي رواية ممكن تعطيك الأمل الخطوة الرابعة قبل ما تنعز حاول تداشي واحد البلان اليوم التالي شنبغي تدير فيه أولي الأشياء البسيطة المهم تكون نعز ونت عندك هدف في اليوم التالي وحاول لي ما تنعز وانت بغي الغد يكون حسن من دك اليوم اللي انتع فيه الخطوة الخامسة والأخيرة حاول تعطي وقت لعائلتك ماماك باباك خوتك نجلس معاهم ولو بغي فيها واحدة ندوي معاهم نضحك عاقليهم عاونهم حتى همك يعطيك الأمل حاول تهبهم بهذا المعنى وخاي يقول الأب تاعك خايب قلت حداه ودوي معاه ما جاوبكش ولا قمعك ضروري شي نهار قلبه غايحن وغايكون رادي عليك وفي الأخير هاتي ممكن تقول ولا غيت تخربك ولكن أنا رهنجح معايا وفيد انتقصم معاكم